نتواجد حاليا في منطقة الحقب حيث تدار أقوى الاشتباكات بالتحديد في الخطوط الأمامية لمنطقة أو لجنوب مدينة دمت كما تشاهدون في الصورة الخطة العام الرابط بين صنعاء وعدا أصبح مقطوع نهائيا بفعل المواجهات التي تدار بهذه المنطقة أيضا كما تشاهدون منطقة الحقب أصبحت خالية من السكان بفعل قصف ميليشيا الحوثي من مدينة دمت بالهاونات وبالسلاح التقيل على منازل المواطنين تعرضت المنازل للتدمير وتعرض الأهالي للقتل منهم نساء سقطوا خلال هذه الحرب أيضا كما تشاهدون هذه هي السلسلة الجبلية التي يقع عليها حصن الحقب والذي يتمركز قناص في أعلى أحد هذه المواقع وأيضا الجيش الوطني يواصل في هذه المنطقة تقدم نلتقي بأحد قيادات بأحد رجال الجيش طلعنا عن سير المعارك في هذه المنطقة الجيش الوطني قادم بقوة لتحرير مديرية دمت وتخليصها من ميليشيات الحوثي والعصابات الإجرامية وقادمون إن شاء الله لتحرير هذه المحافظة بكل ما أوتينا من قوة تحية الجمهورية اليمنية تحية الجمهورية اليمنية إذن معنويات عالية هنا لدى أفراد الجيش الوطني في منطقة تبعد عن مدينة دمت بكيلو واحد أو أقل من ذلك إذن منطقة الحقب أصبحت بفعل نيران ميليشيا الحوثي منطقة منكوبة تعرضت للقصف وتعرضت المنازل أيضا للقصف أكثر من 250 أسرة نزحت من هذه القرية إلى قرية بيت اليزيدي وإلى العرفاف وإلى منطقة موريس محمد مريسي قناة بلقيس من الخطوط الأمامية محافظة الضالع